خلينا نتكلم معاكم أستاذ كريم عن برضو فكرة تشجيعك من خلال السوشيال ميديا اللي من خلالها بتوصل للقارق وبتحاول على قد ما تقدر ان انت تجذبه وسنقول اقراءة زي ما كنت بسأله أستاذ طارق سنقول اقراءة بتقوله ايه بتقوله هتقرأ ايه بتقوله هتيعجبك ايه بتحاول تجذبه ازاي هو الحاجة الاولانية ان انا زي ما طارق قال برضو انا دايما اي حد سنقول اقراءة بوجهه انه ما يقراش كتب كبيرة يعني ده ده الهدف رقم واحد انه ما يقراش كتب كبيرة لانه الكتب الكبيرة او روايات الطويلة بيكون فيها مط للاحداث او بيكون فيها فرد للاحداث فمش اول سنة قراءة حديله كتاب ستمائة صفحة قوله ايه رفت حيميل مش هيكلمتين اصلا ده مش هيستوعب اصلا هو هيتعب اساسا ومع الاقاع السريع زي ما حارتك قلتي اصلا في اول الحلقة الاقاع السريع بتاع الحياة العصرية الجديدة والتكنولوجيا والابليكيشنز فهو عايز وجبة تكون دسمة وفي نفس الوقت تكون لايت نوعا ما وتخليه يبقى عنده جوع اكتر بعد ما يخلصها ان هو عايز يكمل قراءة تاني فعشان كده فعلا السلاسل الروائية بتبقى حلوة جدا القصص القصيرة بتبقى حلوة جدا لان هي بيبقى فيها حتة استمرارية شوية يعني هو مثلا يخلص العدد ده من وراء الطبيعة لا انا عايز اكمل لا انت عندك عدد تاني فيقدر يروح له يخلصه لا انا لسه جعان عجبتني فكرة عايز اروح لعدد تاني فيبتدي يلاقي نفسه بيتجر عدد وراء التاني وراء التالت لحد ما يلاقي نفسه بشكل محب القراءة كلنا بدأنا احنا الاتنين بدأنا كده اه 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 اغلب اغلب جيل بدأنا بدأ موراق الطبيعة ورجل المستحيل وملف المستقبل ومغاملون الخمسة فدي الحاجات اللي احنا مبدأين بنوجه الشباب الصغير لها بجانب السلاسل الباقي الجديدة اللي بدأت تظهر مؤخرا ترجمة نانسي قنقر